أعبرت جماهير النادي الألماني بايرن ميونخ عن غضبها واستنكارها لتوقيع شراكات مع دولة قطر مؤكدين أن قطر دولة متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ولا يمكن قبول أموال منها وخلال أمبارات نادي البايرن رفع جمهور النادي اللافتة في المنصة الشعبية احتوت على شعارات منددة بالتعاون مع قطر ورسومات تشكك في نزاهة الأموال القطرية كما حاول المحتجون فرض عريضة تطالب بعدم تجديد اتفاقيات الرعاية مع شركة الخطوط الجوية القطرية والتي تستمر حتى عام 2023 بدوره أكد المتحدث باسم المحتجين ميشيل أوت أنهم يريدون الحصول على إجراءات وقائية لتجنب توقيع عقود جديدة مع قطر مشددا على أن دولة قطر ضالعة بأعمال غير أخلاقية ولديها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وأن هناك شكوكا كبيرة في الفساد الرياضي مع مسؤولي الدوحة هذا استند المتظاهرون إلى تقارير صادرة عن منظمات غير حكومية تتهم قطر باستغلال العمالة الوافدة وانتهاك حقوقها لا سيما في تشييد ملاعب كأس العالم المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر